صباح الصحة وصباح الهبا وصباح الإيجابية دكتور صباح الأنوار صباح الخير واختفاط ما وتحية ود وإخلاص للمشاهد الكريم أهلاً موتنا دكتور دكتور الموضوع اليوم سيكون عن الأسماك والحل وسيلة سعيدة لنهاية السعيد إذن دكتور لغة جديد دائماً كل حلقة ألغى نعم الأسماك وسيلة سعيدة لغاية أسعد في تقرير قدمه مجموعة من الخبراء للجنة التغذية في المنظمة العالمية للصحة مفاده أن النظام الغذائي الغير متوازن عند المرأة الحامل يساهم في إنجاب نسل ضعيف البنية والعقل وتوصي هؤلاء الخبراء يوصون المرأة الحامل بأن توازن في غذائها وأن تنوع في طريقة اقتنائها للأطعمة وتوصي أيضاً بأن تتناول الكثير من الخضار والفواكه والسكريات تقتني كمية من السكريات عادة 380 غرام من السكريات تجلبها ليس عن طريق السكريات الصناعية كالحلويات وغير ذلك طبيعية طبيعية تجلبها عن طريق الخضار والفواكه والمكسرات والبقوليات وأيضاً أوصت هذه اللجنة أن تقتني المرأة الحامل البروتينات عن طريق البروتينات الحيوانية أن تتناول ثلاث مرات في الأسبوع من البروتينات الحيوانية من اللحوم ومرتين في الأسبوع من الأسماك وأن تتناول أيضاً الأجبان وأن تتناول السوائل الليتريني في اليوم وأن تتناول الحبوب الكاملة من الخبز ومشتقاته في كل يوم إلى جانب الخضار والفواكه وأكدت هذه اللجنة أو هذه المجموعة من الخبراء على أن تبقي المرأة الحامل على رصيد جنينها من الدهون من الأحماض الدهنية الغير مشبعة الأساسية المتعددة والتي نسميها نحن بالأوميغا ثلاثة البحرية التي لا يستطيع الجسم أن يجلبها من مكان آخر لا يوجد طعام بممكن أن يزودنا بهذه الأوميغا ثلاثة البحرية والتي يحتاج إليها الجنين هذه الأحماض الدهنية الغير مشبعة المتعددة المتمثلة بالـ DHA والـ EAPA وهي المشتقات الأوميغا ثلاثة البحرية والتي تعد كعملة صعبة بالنسبة للجنين على المرأة أن تحافظ على هذا الرصيد الجنين في الأشهر الثلاثة من الحمل في الأشهر الأخيرة من الحمل يحتاج إلى من خمسين إلى ستين ميليغرام من هذه الأحماض الدهنية الغير مشبعة والمرأة لكي تؤمن هذه النسبة عليها أن تستوعب أربعمائة وخمسين ميليغرام من الأحماض الدهنية الغير مشبعة هذا يعادل ثلاثمائة غرام من الأسماك الدهنية ولكن المنظمة العالمية للصحة وجدت نفسها أنها تناقض نفسها هي توصي بمائتين ميليغرام فقالت أن ثلاثمائة غرام هذا يعني أننا دخلنا في الفائض المعاكس دخلنا في الفائض الذي هو فائض النفايات العضوية المتمثلة في ميثيل الزئبق في ميثيل الزئبق أي الزئبق العضوي الذي سيضر الجهاز العصبي للجنين نحن عن طريق تناولين لهذه الأحماض المشبعة من الـ DHA أو الـ OPR نرغب في المحافظة على الجهاز العصبي للجنين وعلى عينيه أي بمعنى أنه يجب أن يكون سليما ومن خلال هذه الأحماض الدهنية نرغب في أن تكون الولادة سليمة أن يوضع الوليد في وقته في صحة سيدة وفي وقته أي نمنع الولادة المبكرة وعلى الجانب الآخر من الضفة الأخرى تشير هذه الدراسة إلى أن المرأة التي ستتناول الأسماك ستلاحقها نفايات الأخرى من نوع آخر ليس هذه المرزئبق وإنما بكتيريا وطفيليات من جراء تناولها للأسماك النيئة الأسماك النيئة ستجلب معها ميكروب بكتيريا تسبب الليستيريا هذه الليستيريا ستؤدي إلى تخريب ستؤدي إلى وفاة الجنين أثناء الولادة ستؤدي إلى وفاة إذا كان في ثلاثة أشهر الأولى فإنها ستؤدي إلى إجهاضه وإذا كانت في الأخير ستؤدي إلى وفاةه إذن وعلى الجانب الآخر أيضا لدينا ميكروب آخر يسمى بالعنيزاكاريس وهو طفيلي هذا متواجد في أحشاء الأسماك إذن علينا على البرأة الحامل أن تنتبه إلى هذه الميكروبات التي ممكن أن تؤدي إلى مشاكل في جنيدها الآن إذا كان ممكن ننتقل إلى الفيديو لكي نرى الأسماك التي يجب أن نقتنيها والجزء إذن شاهدوا هذه اللوحة التي تتبين الأسماك والمأكلات البحرية التي يمكن استهلاكها دون قيود من الأعلى نقرأ الاستهلاك الموصى به هو 200 غرام في الأسبوع على أن يتضمن هذا الاستهلاك 100 غرام من الأسماك الدهنية التي نشاهدها على يسار الشاشة المتمثلة في الأنشوفة أنشوا والسردين ومن الأسفل الماكرو والسلامون المستزرع وعلى اليسار المسماك الهزيلة التي تفتقر إلى الدهون كالصول والطون المعلبة ومن الأسفل الجنبري الكروفات وهناك أسماك أخرى يمكننا ضمها إلى هذه القائمة كأروجي سمك البولي ورسكاس هذه الأسماك بيمكننا أن نستهلكها دون قيود جميل إذن ممكن الآن بما أننا تعرفنا على الكمية المستهلكة من الأسماك وأننا بإمكاننا أن نستهلك هذه الأسماك دون قيود ولكن على المرأة أن تعي وأن تعلم بأن هذه الأسماك يجب أن تطهى جيدا خاصة منها الرخويات كالكروفات والبحار هذه رخويات أحيانا تأكل نيئة فتجلب إليها المشاكل الآن سنتعرف في الفيديو الثاني إذا كان أمكن ننظر في الأسماك التي يجب أن نبتعد عنها فهذه الأسماك الكبيرة التي تأكل العوالق مع الزئبق فتلتهمها بدون بدولها الأسماك الكبيرة التي تراكم مستويات عالية من الزئبق فكلما زادت مدة بقاء الأسماك زادت تخزينها لهذا المعدن السامي في لحمها مما يقيد استهلاكها يحضر أثناء الحم جميع الأسماك المدخنة كالسلمون المدخن أو النيئة منها لأنها تتعرض لخطر التلوث من الطوفيليات أو البكتيريا فبكتيريا ليستيريا يمكن أن تسبب الإجهاض أو موت الجنين علاوة على ذلك يسبب طوفيلي الأنيزاكيس الحساسية التي يمكن أن يكون لها تأثير خطير جدا على صحة الطفل إذن بشكل عام على المرأة أن تحذر من تناول هذه الأسماك هذه الأسماك عادة الطوفيليات التي تحدث لها عندما تأكلها للمرأة نيئة فمثلا يجب عليها أن تبتعد عن المطاعم السماكية عندما تلجئ إلى المطاعم السماكية لو حاب تعمل شيء يكون طبخة هي بيدها في بيتها طبخة هي نعم يعني الأسماك أن تذهب إلى المطاعم وتأخذها يكون مشكوب في أمرها دكتور نعم نعم وعندما تقتني السماك يجب مباشرة أن تزيل أحشاءه وتضعه في البراد فالليستيريا مثلا تقاوم البرودة وتقاوم الدرجة الحرارة المنخفضة يعني لا تقتل لا تمحى هذه الليستيريا إلا بعد الطهي بدرجة تفوق السبعين درجة والأنيكاريس أيضا هي أيضا هذه عكس الليستيريا هذه لا تستطيع أن تقاوم الجليد فإذن عندما يقتل إنسان السمك عليه أن يفرغ من أحشائها المرأة الحامل أن تفرغ أحشاء السمك وأن تضعه في البراد مباشرة وبعد ذلك تطهيه بطريقة جيدة لكي تقضي مباشرة على هذه المكروبات لأنها تسبب ضررا كبيرا لهذه الإجهار خوفا من الإجهار بعيد الشرر شاء الله يا ربي يحفظ كل النساء الحوامل لو يشاهدوا فينا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر